دعا وزير التربية في إقليم كردستان لرحمة سعيد تدرسيين والمعلمين والمحاضرين المجانيين في محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها إلى إنهاء إضرابهما والمباشرة بالدوام الرسمي في المدارس والأوسط التعليمية اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبلة وقال حامة سعيد في مؤتمر صحفية نحن في وزارة التربية قلوبنا مع الأساتذة لأن وضعهم المالي غير جيد وقلوبنا أيضا مع الطلبة من أجل أن لا يذهب العام الدراسي سودانا وأكد صعيدا الرسالة واضحة وأن أي موظف لا يتسلم راتبه في موعده ينتبه القلق ولكن هذا الوضع عام ولا يقتصر على وزارة التربية وحسبه مشيرا إلى توقيع أمر وزاري يتعين فيه على أساتذة ومدير التربيات العامة المباشرة بالدوام الرسمي اعتبارا من يوم الأحد المصادف الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري ترجمة نانسي قنقر